ازايكم عاملين ايه يا ربكم بخير وفي احسن حال النهاردة جيالك بفيديو جديد ان شاء الله كده هيعجبك وهتقوم تتنشطي وتخلصت اللي وراك يا ست الكل عايز اقولك ان انا تعبت وشقيت قوي في الفيديو ده وروتين كوي جدا جدا وعملتلكم كمان حاجة انتو طلبتوها مني من بدري بس يا اختي كان مزاجي مش قد كده فالمهم النهاردة قمت بقى كده وعطفت على العيال وقلت يلا يا بيت يا وفق بلطاني بلطجة وقوم يشوفي كده اللي وراكي قلت الله المستعان عايز اقول لكم خليت مطبخي ده في اللي شام عم نورة وكمان عملت طريقة البيتزا اللي انتو قلتولي اعمليها يا وفاق عايز اقولك طريقة جميلة جدا جدا انا هتعجبك بس قبل اي حاجة كده قلت ما روأت كده على مزاجي بفنجال كده الشاي الشاي الاخضر ده وبعد كده حطيت معاه عضين نعناح كده اخدر كله اخدركة في اخدركة يا اختي كده وقلت بعد كده هقوم اروأ على المطبخ دوت اول حاجة انا شلت كل المشايات اللي في الارض عايز اقولك بص مطبخي بقى مكركب وكمان التلاجة اه ما اروحها مش قادرة اقولك كل حاجة مش في مكانها ومش متنظمة والقرفف ميت بهدلة جدا جدا وعايزة تتزبط وهقولك بقى لما كنا عايزة اخلصها بسرعة هعمل ايه طبعا السطرة دي انا هغيرها هشيلها خالص خلاص انا زيقتي منها وهنضف البوتجاز زي ما انتو شايفينه كده وهنعمل كل حاجة مع بعضين اهم حاجة حط احلى لايك من ايديك الجميلة وفعالي زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لك اشعار بالفيديو اول ما ينزل والناس اللي مش عاملة كده اشتراك معنا يلا عملوا اشتراك خليت كناة تكبر عشان اتشجعوا كل يوم انازل لكم فيديو زي ما انا مشي كده الحمد لله بص بقى قلب اختك كده لما تلاقي نفسك كده زي حرانة ومطبخك ما بتطيقش تقفي فيه ومش قادرة ان انا بقى ايه التلاجة عايزة تتنظف تمام عليك بقى بالمناديل المبللة تمام او بالجلان سوفوطة ده طبعا ازاز فبيتلمع وبينضف بسورة ازا كان مناديل مبللة او جلان سوفوطة على طول كده بيبقى زي الفل لسا عايز اقولك المناديل اكتر كمين طبعا بقى القرفف بص مغيمة كده ومتبهدلة والتلاجة كانت منحكيشها كده يا اختي تحس ان حد ميديها بنيتين في وشها فقلت يلا يا بيتشوف اروأ عليها كده النهاردة لاني انا جوزي قال لي هي ملها التلاجة يا وفاة التلاجة ملها كده مش كل حاجة مش في مكانها كده في اختي لمح كده بالكلام فقلت لا اقوم واحترم نفسي كده مش هينفع الكلام ده بص بقى خليتها فل 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 من غير ما شيل القرفف منها والله ما تعبت نفسي عايز اقولكو بقى خصصه كده كيس كده مناديل مبلل يعني ممكن تجيبي ارخص نوع من المناديل ديت للتنظفات والله يزم بقولكو كده ارخص نوع هينظف معاك ويخلي الدنيا زي الفل فيه انواع غالية او فيه انواع رخيصة جدا فجيبي واحد كده طبعا انا اللي بعمل بيدا غالي يعني بس انا قلت ايه خلاص هو اللي موجود لما بنزله كده بقى فبجيب واحد كده بيبقى فيه عروض فبخلي بقى للتنظفات والكلام ده كله عايز اقولك بقى الفرن بست من بره بردك بيغيم ازاي انا عندي اي حاجة فيها ازاي ازاي بتغيم عشان المية ترمبو زي ما بقولكو كده فقلت بردك هلموه وخليه زي الفل خلصت بقى التلاجة وقلت ايه ابتدي بيها اول حاجة عشان ما كسلش بس ما غسلتش فيها غير البتاع اللي انتو شايفينه ده الدرج بس الدرج هو اللي كان محتاجي تغسل وكان فيه كم طمط مية على كم خيارية كده دبلو مش عارف ايه رمتهم وخليتي الكويس كده ايه شلته اه فانا اضفتها كده بسرعة وقلت يلا يا بيت يا وفاق ايه يعني ربنا كده فتح نفسي وقمت جريت على المطبخ يعني بتعارفين المطبخ ده ما تعملي فيه فيش فايد عملي من هنا يكاركب من هنا كده يا اختي اه والله المم بقى غسلت اللهم صال على النبي يا رب غسلت الدرج بتاع التلاجة ويسيبت بقية صفة وروحت ايه لما اخسل كمان شوية الموعين دول عشان انا هحتاجي الحوض وهنزبط الدنيا مع بعض طبعا المطبخ من جوة فل لشامعة منورة يعني مترتب وتمامه زي الفل فانا بس محتاجة ان المطبخي كده روق عليه من برة اه شلت المشايات كلها وروحت منفضها وحطيتها على الباب وقلت بقى ايه هبتدي الزبط وطبعا عايز اقول لكم فوق دي فريزر فوق التلاجة في الترابة الليها الخفيفة ديها بسبب الشباك مش اجدب عليكم طبعا ويه بقى لي كم يوم ما لمعتش كده مطبخي من برة ولا مساحة الارضية والكلام ده كل فنزبط الدنيا هنا مع بعض طيب عايز اقول لكم بقى ان كل ده انا بعمله ويعني انا ميش في دماغي انا هعمل اكل ايه انا عمالة اقول بقى انا هعمل اكل ايه هعمل اكل ايه فعمالة بقى اقول ايه خلو صار عندي الحاجة بتاعت البيتزا عشان مش عارفة مين فيك وطلب البيتزا فانا عايز اقول لك النهاردة هتدعيلي على الطريقة السهلة جدا لاتعجيبك ديت وحطيلي بقى كومنت وقوليلي ايوة يفاقنا اللي قلتلك على طريقة البيتزا وجربيها وبيقوليلي بردك يعني رأيك كده يهمني تحت الفيديو ان شاء الله اه صب انت الموعين وشلتها من الحوض كده عشان محتاجيني الحوض دلوقتي احنا هنتخاني مع الحوض دلوقتي عايز اقول لكو بقى نص كيلو دقيق هتعملي تلت ثواني كبار بيتزا هتعجيبك جدا 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 والله زي ما بقولك كده آآ خلاص خلصت بقى الموعين وشطبت الدنيا عشان انا طول ما نوقف بحب الحوض كده ايه كنفاضي معي عشان نزبط فيه اي حاجة هنا بقى ده البطرمون بتاعي السلك وانا بخسله كده افتكرته ايه افتكرته اكتر من حد فيكو يقول لي ايه وفا انا عملت البطرمون بتاعي السلك ده زيك انا عملته فهو فكرته حلوة جدا جدا انا عملا من زمان قوي اختي من زمان قوي 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 عملا من بادر يعني وكل ما ييجي حد عندي يقول لي ايه الله الفكرة دي حلو انا هجيب بطرمون اقومي جاله بطرمون من عندي وقول له روح عملا بقى فقعدت حاج بقى افكار بسيطة بس والله العظيم يعني بتفيدنا برضو ازال لكم بقى هو لما خلص كده انا رحت ايه غسله غسله حلوة وطبعا انا بسيبه لما ينشف خالص وعلى تاني يوم بقوم جايبة تمنة او ربع كيلو سلك ألمونيا وبقوم اطعه وحطه فيه يقعد معي فترة حلوة محترمة وانتو عارفين انا بستغلي سلك ألمونيا كتير اصلا يعني هنا بقى انا جبت الرش اللي انا عملته معي كله هو بتاع اشر اللمون طبعا فيه حد فيكو من بدري لما عملته قال لي وفاق طب المية ديت ما تبص وكده لا تقعد معي بالشهور ما بيجرلهاش حاجة والله بتقعد معي شهرين تلاتة ما بيجرلهاش حاجة خالص طبعا انت حطيتي خلي فالخلي ده بيبقى زي مضى حفظة كده ليه جربي بس كده مش هتخسري حاجة ان شاء الله هنا لما عطي فوق التلاجة كان مضطرب شوية آآ وخليته زي الفل قلت بقى مش هبقى راوقت عليها من جوة واسيب المنظر اللي من بره ده دي اتمنى دي المطبخ فانا مطبخي على اخره مفيش مكان خالص فيعني قلت ايه خلاص بقفل عليها كده بالكيس وباسيبها فوق التلاجة طالما انا جبت كمية كبيرة آآ هنا بقى قلت ايه لأ باستلكة بقى وقلت هصبين التلاجة من بره مطرح ايدينا بقى واكتريت الوقت كن ده في ايديها شوكولاتة مش عارف ايه الجوز اللي تحت ده بتاع التلاجة كن ده لعبة في البخت يعني فروحت مصبينوها كده ايه بالسلكة وبالصابون بقت زي الفل معيه وبعد كده قلت انا اششفها بقى عايز اقول لكم والله العزيم الموضوع ما خدش مني وقت خالص رغم ان انا كنت دخلة حرونة جدا جدا وبفتص بالبطيق وعمل اقول معقول انا هعمل البتزا كمان بعد ما خلصت ده كله هعمل البتزا لا يعني ما خدتش مني حاجة والله برضو بصدو انا مشغلها المروحة طبعا هيال عمالة الطير المفرش والكلام ده كله بس انا مش حاسة ان فيه مروحة شغلة جميعا والله اني اغرق 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 فالمهم هنا برضا كرشيت كده بالرش بحب ان انا المع المفارش الاول قبل ما اشيلها اه عشان لما اجا حطها تكون نجيفها كده يعني مش بتطربها ومش محتاجة ان انا اخسيلها يعني هنا بقى فوطة ومعي الرش دوت كده المع به الحاجات اللي مش مستهلة ان انا احطي فيها السلكة يعني اهو لمعت ادي فريزر بقى كده من بره وخليته زي الفل معي ما اصلا ديف فريزر نضيف يعني فين وفين لما بيتلتاش مني خلوس كده يبقى روقنا على التلاجة وروقنا فوق الدي فريزر بردك خلينا زي الفل وبعد كده هبتدي انظم الجزء اللي هو بتاع المطبخ ده كله كده من بره عايز تصبيلنا حلوة كده تصبيلنا بصي من عمك وقلبك كده يا اختي طبعا عشان انا فتحة الشباك فعايز اقول لكم فوق الدي فريزر والتلاجة على طول كده يقلت لها الترابة اللي هي الخفيفة ده حاجة طبيعية يعني فاللي مش طبيعي بقى يا اختي ان انا سيبها اكتر من كده لا يا جوز لا يا صحي الا صحي يا اختي فأمتي بقى كده عايز اقول لكم انا التلاجة بتاعتي يعني اكتريت الوقت بعملها بالمناديل المبللة او الجلانس عشان طبعا ايلالكم القرف بتاعتها ازاز واكيد عندكم زيها فانا بخيف انا اخر مرة كان رافق زيز كان هيقع مني لو تفتكروا كان هيكسر مني وكفاية كمان انا مخلصة على القرفف بتاعة التلاجة البتاعة ده الباب بتاعة التلاجة فلا قلت خلوس بقى انا يعني لما حس ان هي جبت اخرها ابقى اشيل وصبم بقى واحدة واحدة فعايز اقول لكم موضوع المناديل ده بينجز معي كتير والله العزوم بيريحي انا من الناس اللي ما بحبش غسل التلاجة برضك يعني ده بيدايقني بس طبعا مضطرين بنائم يعني مهما تكوني حاجة ما بتحبهاش بس مضطرة ان هي تنضف مين اللي هينضفالك مش هينفر مين يا اختي ينضفالك فالمهم انا بعملها كده على طول طريقة سهلة جدا كده اتجربي يعني مش هتخسر يا حيه هنا بحط كيس كده او شنطة كده صغيرة بحط عليها الازاز اللي هي الخل والزيت عشان بلاقيه كده ايه يعني صرب كده ايه تحت الازازة فبيلزق للدنيا هنا برضا كده لماعت الخل ولماعت الزيت كده من برة وزبطت الدنيا كده الرف بتاعة التربل لفوق ده انا بحطي فيه الحاجات اللي باخد منها يوميا اللي هو زيت خل آآ سكر شيء اهوة كده فبخليهم كده في اول رف وعشان يعني انا يوميا ايدي بتروح عليين آآ شلت بقى بقيت الحاجة كده وزبط الرخامة معيك وطبعا كل الحاجة العرخامة ديت انا هشيلها عشان يعني تجيها تصبينا حلوة كده من اعماك وقلبك من اعماك وقلبك يا اختي اهو تمامي 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 ايوة كده هنا بقى جبت شوية الصابون على السلكة وقلت يلا بقيت وفقى الزباطي الاداء كده عشان طبعا مطرح ايديا مش عارفة المطبخ بردك من برة بيبقى مغيم كده لكن المطبخ من جوه انا عشان بشيل الموعين بنزام على طول فين وفين لما بيتكركب معي يعني انا ساعد بيبقى مش بيتكركب ولا حاجة بس بضطر ان انا اضطفها عشان بردك بيبقى فيه طرابة خفيفة بتدخله يعني خلاص ضبطنا التضبيط كده وقلت يلا بقى يلا بقى نوروا كده والله عزي ما عايز اقول لكم يعني انا كنت دخل شكله حاجة وانا خرج شكله حاجة تانية وكمان عملت غدا كده بسرعة انا عايز اقول لكم انت بطلع صنية البيت زقطت على عيالي ياكلوا من ورايا ما شاء الله يعني خلصوا صنيتين وانا لسا اقفى بخلص يعني كده كده هي ما بتاخدش حاجة في الفورن يعني هوريكي طريقة تعجيبك جدا فبنحب بقى انا كلها وهي سخنة انا مش مليش اوفي الحاجات دي بس تعالي بيعشقوها يعني زيقوا كده الناس اللي طلبتها مني تلاقيني ياخد منها بس ايه مش حاسة اني اكلة اساسية كده ما عرفش مش عارف اخت اختين والاختك بتحب الجد على طلبت وانه يطبخ بقى نشوح بقى انت فهماني انه حمر بقى بيت زي بتاعة الايال المتدلعة اللي بره ديت فما عرفش في ناس كتير بردك زيكم بيحبوا البيت زي جدا بس انا ايه مش بعشقها يعني زي ما ناس كتير تقولك بعشق انا ممكن الحاجة اللي اخرج اقولها بره هي الكنتاكي بعشق كنتاكي بره جدا بعشقو 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 اه هنا بقى خليت الروخامة زي الفل وعايز اقول لكم كل الحاجة اللي عاروخامة دي انا صبنتها ورجعتها تاني مكان يعني الكاتل الازايزة البتاع اللي فيها الورد ديت كده كل الحاجات دي انا صبنتها وبعد كده رجعتها مكانها بنضوف اني طبعا انا حاسة ان الدنيا كده مش مش قدي كده فقلت لا يا بيت يا وفاق مش طابعك ده نفعش كده نستكلم علينا نستكلم علينا يا بيت هنا بقى مزكت المطبخ بردك من تحت كده رحت بردك ادي تطس بنا حلوة وتلميع على طول خلاص على كده نمشي كده جزء جزء مش هتلاقي الحاجة تاخد منك وقت طبعا المطبخ زي ما انتو شفته من جواه مترتب الحمد لله فلما بتكون ايديك في الحاجة اول باول بتيجي بقى تعملي زي كده يعني بتهون عليك حاجات يعني انا ما راتبتش المطبخ من جواه كان زي ما انو خد مني وقت تاني يعني هنا بقى اللهم صالح لنبي يا رب هنا الفرن الفرن اللي بقى لما عاته من جواه من بره وزبطت الدنيا خدت بقى انا ايه خدت البتاعة ديت السطرة جاني هرميها وبعد كده رجعت وقلت ايه لا انا اغسلها واشوف ممكن احتاجها في حاجة تاني انا كده يعني ما بقيتش ايه ما بقيتش حبه ان انا اتصرع زي الاول انا كنت الاول متسرعة في حاجات كتير قوي والله العظيم كنت ساعات مثلا اعمل حاجات وارجع عندها ما اقول يا ربي تم ما كنتش عملت كزا تم كنت فكرت في كزا فدلوقتي ما بقيتش احب ان انا اتصرع فقلت خلص انا هاخسلها واشوفها اه ممكن على فكرة تتقص وتتعمل مفارش في قدي في الريزر والتلايجة ممكن كزا فكرة مين هايين لان هي منظرها ادم وانا مش احطها هنا تاني على البتاعة دوت اللهم صالح على النبي الحوض يعني الحوض بقى هقولكو انا اخترعت يا جدعين انا اخترعت عملت له سطور انا بقى عشان طبعا انا كل شوية اسأل الراجل وقلو جبت الستاير شوفه من امتى يقول لي يقول لي والله لس والله ما عرفش لسه دي هجبها امتى انا مش عارف وما شفتش حد جاب الستاير ديت هنا اللي هو يعني ما عرفش بقى بيجبها منين السعر بيجبها منين اروح اجيب لي اتنين كده لانها حلوة جدا قادت معايا فترة كبيرة قوي 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 طبعا انا شلت البتاعة اللي هي بصافي فيها الموعين اللي هي صفيت الاطباق خدتها بقى جوة في الحمام وروح تحطيت عليها كلور كلور ابيض رشيت عليها كلور ابيض كده كلها انا كل فترة من الوقت للتاني حب اعمل الحركة ديت يعني وخصوصا بقى لما بقوم القومة ديت حطيتها كده في الحمام وروح تقيلة بقى ايه اللهم صلى على النبي رش يا بيت على شوية كلور ووسبتها مع نفسها تاخد وتدي كده لحد ما خلص بقوم غسلية واجبها تاني حطها ايه على على الحود هنا بقى انا صبنت البتاجاز كله تمام وبمسك بقى السراميك هنا انا عايز اقول لكم بقى من غير تصوير انا برضك بعمل كده بمسك السراميك حوالين البتاع دوت البتاجاز واقوم نصبنوه كده عشان كده على طول تلاقي السراميك نضيفه زي الفل مش بستنى مثلا بقى طبعا انتم عارفين اه هو قريب جدا من السراميك فبنعمل اكل بنعمل شرب مش عارف ايه بيبقى فيه حاجات كده بسيطة فانا بحب ان انا اضافها اول دول خلاص قلت برضك هتزيله تصمينه كده مع مع البتاجاز ويبقى خلصت كمين خلاص كده خلاص كده اه هنشفع البتاجاز وطبعا غسلت العيون وخليتها زي الفل معي فلت الفل ايه طبعا البتاجاز ده حبيبي كده حبيبي بقدم عني اختراعاتي وحركاتي وحبشت كنية انت فاهماني فده حبيبي ده صديقي الصدوق المامي بقى ست الكلة لو وصلت معي لحد هنا احنا كده يعتبر وصلنا النص الفيديو ولسه النص اللي جاي ان شاء الله يشجعك اكتر واكتر حطي احلى لايك من ايديكي وما تنسيش الكومنت والناس الجديدة معي اعرفيني على نفسك عشان شرف ليا وجودك معي في قناتي وارجو منك ان انت تدوس على كلمة الكل عشان يجيلك اشعار بالفيديو يعني لو مش مشترك اشتركي هيطلع لك كلمة الكل بعد ما تدوس على كلمة اشترك دوس عليها اه عشان تفعلي زر الجرس تمام تمام التجمع عشان يوصل لك اشعار بالفيديو اول ما ينزل هنا بقى اه مسكت الحاجة اللي هي تحت الحوض وقلت يلا بيت وفاق طلعها كلها بقى الحاجة اللي عايزة تتصبن اه تتصبن تعرفين طبعا تحت الحوض اه من غسل الموعين من حاجات بتقع مش عارف ايه يعني فالحاجات بتبقى ملطاشة كده بسيط هنا بقى التربو ده انا حطت تحت الحوض مش باين له حاجة خالص فقلت بقى هبتزي ان انا رتبوا ونظموا كده وازبط الدنيا يعني كان في شوية بصل كده صغيرين وبطاطس ومش عارف ايه فالمهم ان اقطوهم كده حطتهم تحت عشان مع البصل التاني وهزبط بقى هنا كما ما فيش اللي بطاطس يجي تلاتهم ويمسكت المفارش دي اتغسلتها كده على طول اهو روقت على المطبخ كده ايوة كده بس تي كده كل كم يوم امشي تمشي بتاعتي دي او مش كل كم يوم يعني كل اسبوع اسبوعين كده قولي ايه ام القومة الجميلة ديت يعني نظفيه كده ايه من اعمق وقالبك كده ادي 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 المهم هنا زبطت كده المفرش وزبطت برضو المفرش تحت كده بعد ما غسلته وخلاص على كده طبعا كل الحاجات دي هركنا على جنب عشان انا عايزة صبن تحت الحوض ده وخليه زي الفل هنا صبنت بتاعة الصابون عشان تبقى انضيفة معي طبعا تلطاش بقى مطرح اللي انا عمال اعمله كده كان عندي شوية اللي هو الرش دوت اللي هو بتاع تنضيف الاستلس اللي انا قلتلكم مالوش لازمة خالص غير بس بيدي تلمع كده بسيطة لكن مش بينظف يعني فكنت خلصتو النهاردة خلصتو الحمد لله انا يعني انا زعتو في الدنيا كلها نواما بينظفش اهو الله العظيم اه فمش انا اللي جبته طبعا انا قلتلكم قبل كده تامر هو اللي جابه فانا قلتله ليه انت جبت البتاع الرش ده فقال لي ايه ده هو كان قدامي كده وانا بشتري صابون مش عارف ايه فقلت اجبولك تجربي فانا قلتله انا ما بحبش الحاجات ديت يعني انا شغلة بالصابون الاصفر اللي انتو شايفينه ده اللي انا بعمله معاكم يعني كلما لاقي كده الحوض عندي تبهدل اوي الحوض السلسطين ده مجرد ما دمشي الصابونة السفرة ديت على السلك بيخليها لك بصي فلت الفلات اي قولت اللي قول ليه خلالك فل لشامعة منورة خلاص كده اه صب انت بقى الحوض كله تصبينا امر 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 ما قولكيش يعني وبعد كده قلت بقى اشطف الحوض كله طبعا انا باخد السراميك معاه زي ما انتم شايفين كده اهو يعني على طول كده كل كم يوم بعملي الحركة ديت هتلاقي مطبخك كده حواليك زي الفل ما مفوش غلطة يعني طبعا انا قبل ما ببتجي معاكم خلص انا بنات بحاول انا بحاول انضف الشباك على قد مقدر لشان ده اول حاجة بس ما بعرفش اصور يعني بعرفش ان انا ايه اه مش هينفع ان انا احط مثلا البتاع دوت الحامل وافضل اصور بالتليفون مش هينفع ما فيش مكان ان اعرف اصور فعشان طبعا في سلك سلك محطوط في الشباك وبعد كده حديد انا بنضف شباكي ده بالعافية بالعافية والله زي ما بقولوك كده اني غلطة كبيرة قوي لما حطينا الاول البتاع ده اللي هو مصالع على نبي السلك وبعد كده حديد فلو الحديد لو الحديد قبليه كان السلك كان احسن لي واسهل ليه بس هنعمل ايه هنعمل ايه قدر الله مش هافعل واللي حصل حصل وشكر الله سعيكم وانت عاملين ايه النهار ده المومي بقى جيت هنا لتحت الحد كده روح ترشيت بقى شوية صابون محترمين انا هتلقوني بقى في المطبخ ماشي كده ايه بالصابون اللي هو بتاع الموعين اللي انا بعمله معاكل هو باللمون ده بيخلي الدنيا بتزيق فل 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 وقلت ايه خلاص يلا بقى ايه ما كسلش بقى روح تزقق برضك تحت البتاجاز شوية ماء شوية صابون وروح تبردك ايه دعاكت الدعكة المتينة ديت ايوة كده جدعي بيت شافية وشطفت خلاص الجزء ده كده بص خليت السراميك زي الفل مفيش اي حاجة وبعد كده رجعت البتاجاز تاني مكانه وبعد كده ارجع برضو الحاجة تحت الحوض عشان استكونتوا بقى عشان انا جايبة صوتارة جديدة انا مش عايزة اورعها لكم بقى دي مفاجأة مفاجأة ازبرو المهم آآ رحت بقى جريت كده بالمساحة المية بعد ما رشيت مية كتير بقى ونظفت الدنيا وزبطتها والكلام ده كله كله طبعا تحت المطبخ رشيت مية وهنا في النص المهم جريت كل الحاجة اللي في الارض اللي مفروض ايه اجريها وكده ان اضافت الارضية تنظيفة حلو وبعد كده اجرب بالمساحة وبعد كده بنشف على طول عشان عايزة افرش المكتة بقى عشان احس ان ايه الدنيا كده ترتبت يعني انا من جرد مفرش المكتة بحس خلاص الدنيا ترتبت معايا وتنظمت يعني رحت ايه على طول كده بالشرشوبة على طول نديفة وزي الفل هنا بقى حطيت حطيت المشايتين كده بالشكل ده وبعد كده اللهم صلى على النبي يا رب روحت حطيت المشاية الكبيرة تعالوا بقى اشوفوا استطارة بقى وشوفوا اختراعاتي وحركاتي وحبشتكناتي واسع واسع تركي يا اخت استارة تركي ماشي نعمل زي الناس اللي كل ايه كل ما اتجيب حاجة تقولك بص النوع ده تركي ده تركي ايه انا واحد اتحك على الطريقة ديت فكل حاجة اخذها كده ببسطة واتحكي كده وقعت بصي تكراهي كده نفسك طبعا انا هوريكوا استطارة بتاعتي ديت ايه بصوا بقى شغلت عود بخور وهدي استطارة الجميلة بتاعتي عايزة اقول لكم ده كان دريست عندي فانا قصيته وروحت عاملها استطارة آآ لتحت الحوض باداية كده والله ازاي بقول لكم هنا بقى بوريكوا شكل المطبخ النهائي وبعد كده اي حاجة هنضفها عشان الناس اللي بتقعد تقول لي عملي جولة يفاق عملي جولة يفاق آآ ازا كان المطبخ ازا كان برا في الشقة كل ما نضف حاجة بعملكوا جولة في اخر الفيديو تمام 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 ودي دي استطارة جديدة هي اختي توركي او يتقولي لحد اللي توركي ها ده كان دريست ادم عندي جدا فانا روحت بقى عاملها استطارة كده ايه رأيكو في الاختراعات دي اخترعي ولا يهمك محدش لي عندك حاجة يقلب اختك اعمل اللي انت عايزيه تعالوا بقى نشوف احلى طريقة بيتزا مع البيت وفيعي حطيت نصف كيلو دقيق طبعا انا دقيق اللي كان في الشنطة ده انا كنت بس بعبيه كده في الكيس ده عشان آآ عندي دقيق كتير وزنته كده على الميزان عملت نصف كيلو تمام وزنت نصف كيلو حطيت محلقة سكر وحطيت كيس خميرة تمام التمام تمام التمام قلبتهم حلو وجنبك بقى مية دافية دافية بسيط يعني نزلت بكوباية مية وبحط جنبي كوباية المية التانية عشان هنحتاجها وبلف كده العجينة باديا اهو لقيت نفسي محتاج كوباية المية التانية حطيت شوية ورجعت حطيت البيت وشطرت بقى وانتي بتلف كده العجين عشان تعرف ان انت ست شاطرة جدا 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 تعملي ايه ايه ايوة كده تنزلي كل العجين اللي في الطبق وتخلي الطبق نضيف معاك يبقى كده حطيت نصف كيلو دقيق على معلقة سكر وكيس خميرة وقلبتهم مع بعض ونزلت كوبايتين مية دافية لمتهم لما حلوة وبعد كده حطيت معلقتين زيت تمام لفيت كده العجينة برضك بالزيت وهجيبي معلقة ملح صغيرة اهو تمام اقل من معلقة ملح صغيرة كمين طب اللي ما حطيتاش في اول العجين ليه وفيه عشان العجين ما يشققش معيك اه هنا بقى قلبتها كده كويس وهي بقى محتاجة يعني محتاجة ايه بوكسين تلاتة كده وهتشوفيني هيعمل ايه طبعا انا مصبين الرخمة معيك والدنيا زي الفل قدامكم قبل ما اشتغلوا قبل ما اعمل اي حاجة بحب انضف الدنيا حوالي تمام تمام بصت بقى العجينة انا عايزها ايه بتمط معاك كده زي اللي بانا كده شايفيني الطبقة جنب نضيف ازاي يعني معناها ان انا عرفتها قلم العجينة تمام 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 اتوقي احلى بيتزا معايا واسهل بيتزا ممكن تعمليه يعني لو عنديك بنوطة صغيرة فرقتها كده عليها تقوم تعملها على طول اينا بقى اجي بوكسيت افتكري بقى حد يمضيق كده اجي دي له اجي واحدة في عينه وفوحدة في مراخيره وكده انتشوف اعمالي ورميه اتخانيت معاها شوية خلاص على كده لمتها بقى قلت ايه حط شوية زيت بردك كده في الطبق اهو لف كده الطبق بشوية زيت صغيرين وحط العجينة بتاعتنا الجميلة ديت خدت منك قد يوفي انا سبتها ساعة جالي كده تليفون فسبتها تخمر ساعة يعني اتلككت بقى عشان معي تليفون وكده اه المهم غطيتها كده وكمان روحت بردك مغطيها بردك بفوت عشان تخمر وتخلص معي هنا بقى عندي الجبنة اليان مدزارلة وكنت جايبها ديت سايبة من كرفور وشايلها تمام تمام طلعتها بقى على طول تفك كده فكت معي هي وكنت جايبة مش فاكرة ده ربع كيلو ولا قدق والله وهنا جايبة بردك حبت جبنة كده رومي مبشورة عشان عيالي بيحبوا الجبنة المبشورة ديت الرومي في اي حي وكمان الجبنة الرومي المبشورة بالطعام هالك كده وتحياء هالك يعني وجبت شوية زاتون مخلي وكان عندي فلفل الوان في الفريزر اهو طلعت كده وحدتين قلت قطحه تمام تمام حاجتها حاجات بسيطة بقى انت بقى عايزة تحط لحمة فراخ مش عارف ايه انا بقى عيالي بيحبوها جبن جبن بس فولا بيحبون احط لحمة ولا فراخ وكمان يا اختي وفروا رياحوني بردك طبعا لا ده احنا عنينا ليوم والله بس انا بحب دحكو في نفس الوقت اواريكو بردك لو عايز تعملي حاجة اقتصادية كده سهلة كده سريعة وكمان موفرة معيك خلاص قطعت بقى الفلفل الالوان كده صغيرة وجبت هنا معي صانيتين والله انا كنت عاملة على صانيتين فلاقيتها بسم الله ما شاء الله اديتني تلاتة يعني وصلت ايه قلت الله انا كنت بعملها تنين ايه اللي حصل تكسروا يا اختي تكسروا فالعجينة اديتني كمية حلوة نصف كيلو دي عمال لي ثلاث ثواني محترمين يعني اهو بص بقى بسم الله ما شاء الله خمرت وديتني قد الكمية مرتين تمام اهو ولا مرتين كمان روحتي بقى شايلها كده من الطبق الله عليك يا بيتها وفا عملتي يعني عجينة مش قادر اقول لكم بقى جربيها والله هتدعي لي بص هنا بقى استمتها ازاي على ثلاث ثواني كده محترمين وعايز اقول لك كل ما بتسيبيها يعني حطيت الصانية كده في الفرن بترجعت لقى الصانية التانية بتخمر معاك اكتر فهتفرد معاك اكتر خلاص اهو خلاص انا جزقتها كده في الثواني وراحت رشيت عليها من فوق بردك ايه بصي كده مساحي كده عليها بالزيت بردو عشان تعرف ان انت تزبطيها وراحت بقى حطيت كده عملت تلات ايه تلات ثواني اهو طريقتنا سهلة وبسيطة ولا لأ شطرت كلها في العجينة بس لكن اللي جاي بعد كده سهل يعني وقادي البتزا للناس العسل اللي طلبوها مين يعني انتو تأموري والله طبعا بقى بصي انا بنغز كده باديا مش ببطط يعني انا بنغز كده بصواباي يعني اتنغز كده الجوه هوريكي بردك انا عملت ايه اهو وانت بتفرجها كده بتنغزيها بايدك شايفين المنظر ده تطلع معاك تحفة شايفين العجينة حلوة ازاي بصي بقى يعني بتقول يا جماله هتشوفي معي طيب تعالوا بقى نشوف الحشو بتاعنا هنعمل لها ايه عندك الصلصة اللي هي العادية خالص مع لقتين صلصة على شوية كاتشب وخلاص على كده وشوية زيت تمام كده طبعا بقى تقول لي او وفا احنا بنحط على النار الصلصة وبنعمل تماطم وبحط علىها طوم ومأعيالي ما بيحبوش الكلام ده عشان طبعا انا كلنا بعملكو وصفة تقول لي لاي وفا طبعا تعملي كزا وتعملي كزا طب جربي كزا يا جماعة كل ده والله انا عارفة بس اقول لكم على حاجة كل حد فيكو بيعمل حسب معياله بيحبه صح ولا لأ انا بعمل حسب معيالي بيحبوا الطريقة دي هم مش حابين الايه اللي انا الصلصة اللي تتعمل على النار ولسه عمل لها طوم والكلام ده كل لأ دي خفيفة جدا وتعمى وعايز اقول لك هتعملها وانت وقفة كده مش هتجي جنب البتجاز ولا هتعملي حاجة خالس اهو اه هنا بقى حطيت شوية فلفل الوان شوية كده زتون مخلي كده اهو ورشت بقى جبنة اه بتاع دوت قرومي عشان تحيق هالك كده وتديك طعم حلو وخلاص على كده الله يا بيت وفا ما حطيتش الجبنة المزدرين لا لا ازبور يا قلب اختك بقى طبعا الفرن بصي انا مسخناه انا عاملاه على متين تمام هنا بقى انا بعمل الصانية التانية او بينما دخلت دي بعمل الصانية التانية بتاخدش وقت اهو وانت وقفة كده على طول بصي انا بنغز بايداية وانا بفرد العجينة وبتنغز كده بصوابك وحطيت الصلصة على الكاتشب اللي انا حطوه وعليهم شوية زيت كده ما اروح ما اروح مش قادر اقول للجرابي بس كده مش هتخسار يا حيجة وخلاص على كده برضو شوية اه بتاع دوت اهو على شوية اه بتاع دوت وكل البتاعات اللي عندك حطيها ولا يهمك اهو شوية زتونة على شوية فلفل الوان عشان طبعا فلفل الوان عشان العال بيحبوا الالوانات ديت تمام 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 اول صانية بقى دخلتها انا طلعتها تاني اهو مجرد ما هتبدأ العجينة بصوا اهي تمسك نفسها كده تقوم انتم طلعها وتقوم يحطر جبنة المتزرلة كده على طول عشان تسيح معاك لكن ما تحطهاش من الاول خلص ورجعي حطتها تاني في الفرن ودعي لي بقى احلى دعوة حلوة كده بيعني بص مش قادرة اقول لك مش هتاكل سوابعك وراه خلاص اول بقى ما حطها كده على البيت زي وهي سخنة ودخلها تاني الفرن على طول اهو شايفين الجمال طلع روعة روعة ورحتها قلبة الدنيا وعايز اقول لكم انا بقطعها كده ورها لكم والله العظيم كانوا عيالي بيخطفوها مني والله العظيم زي بقول لكم كده وانا طبعا ايه رأيكم بقى في الجمال دوات الله عليك يا بيت يا وفر الله عليك يا بيت ايه بقى الحركات الحركات وعملت بقى منها ثلاث ثواني كده محترمين ويا رب الطريقة تكون عجبتك وعايز اقول لك بقى الجبنة يعني جبنة اول ما تحطها كده ودخلها تاني تبقى جاملة معك طبعا بقى كلنا والحمد لله وروحت بقى عملالي كباية شاي بقى بالنعنية طبعا في اول الفيديو شاي اخضر وفي اخر الفيديو شاي ايه ليبتون اللي هو الشاي العادي فانا بحاول اي حاجة حطي فيها نعناع باستغل الفرصة عشان اني عنا بيهدى الاعصاب وعشان انا كانت اعصابي منهارة يا جماعة الفترة اللي عدت عايز اقول لك يا رب الفيديو يكون عاجبك طبعا مستني رائق في الفيديو طولوا يلي ايه رائق في الفيديو مع السلامة واستنظري مني فيديو جديد مع السلامة